موسيقى الانفجار الذي هزى العاصمة اللبنانية بيروت وقع في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة وتحديدا في ساحة ساسين الحيوية والتي تضم العديد من المصارف وعددا من المدارس والمطاعم والمجمعات التجارية الانفجار وبحسب مصادر أمنية لبنانية نفذ بسيارة مفخخة ركنت في منطقة سكنية في ساحة ساسين السيارة وبحسب المصادر ذاتها وضعت فيها مواد شديدة الانفجار بلغ وزنها بحسب محقيقي وكالة فرانس براس نحو 30 كيلوغراما عند قرابة الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي انفجرت العبوة محدثة دويا قويا وأضرارا جسيمة بالمباني المجاورة والسيارات المركونا وحفرة عميقة مكان الانفجار الذي أدى إلى مقتل العميد وسام الحسن رئيس فرع المعلومات في الأمن اللبناني المنطقة السكنية التي استهدفها الانفجار تقع على بعد 200 متر فقط من مكتب النائب نديم جميل عضو حزب الكتائب اللبنانية كما أنها تبعد 400 متر عن مقر الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذار سيهان بن زاموش العربية ترجمة نانسي قنقر